مما ينبغي الاهتمام بها في هذا الشهر المعظم المبارك الاهتمام بشأن الأسرة لأنها هي نواة المجتمع وإذا صلحت الأسرة صلحت صلوح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع ونحن نشاهد اليوم ما يجري في العالم من العمل دؤوم على هدم الأركان التي تقوم عليه الأسرة على تقويض بنيان المسرع ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه الأسرة من مقاصد التي شرع الإسلام في الزواج هو توريث الفطرة توريث الفطرة للأولاد لينشأوا وليتربوا تربية إسلامية لينشأوا على عبادة الله سبحانه وتعالى عز وجل ولذا نجد في القرآن الكريم أن أنبياء الله تعالى كانوا حريصين على أداء هذه المهمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى عز وجل الله أن يصلح له ذريته قال تعالى رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي عباد الرحمن ادعونا الله تعالى ربنا هف لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون واجعلنا للمتقين إماما قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله استفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون بماذا وصاهم أن لا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اللي يستمر نور الله تعالى في البشرية في البشرية إذن فوظيفة الولدين كيف يمررون هذه الفطرة ويربون الأولاد عليها والفطرة هي الدين والفطرة هي الإسلام فلابد للمسؤول على الأسرة الأبعى الخصوص والأم كذلك من أن يكون لهم برنامج في رمضان الآن معظم الأسر يهتمون بشؤ المادية لأولادهم الإطعام والإكساء ومشاكل ذلك وينسون الواجب الأكبر عليهم وهو الاهتمام بتربيتهم وبدينهم كلكم راعين وكلكم سؤول عن رعيتهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد مجال مسؤولية لتبقى عامة مسؤول عن رعيتهم عن عدائها عن أمنها عن إسكانها وعن دينها كذلك فلابد من أن يكون هناك تعاون بين الوالدين للحفاظ على الأسرة تكون علاقة من الزوجين قائمة على التكارون والتعاون على المحبة على الأخوة على الرحمة ليسري ذلك في الأولاد فالأبو في رمضان مطالب بأن يكون هناك برنامج يضعه لأسرطه منها مثلاً العقد جلسات تربويات علمية آتكوينية قراءة القرآن في وقت الفراغ في النهر قبيل المغرب مثلاً يكون هناك الناس المجتمعون على المائدة لماذا لا تستغل الفرصة لعشر دقائق قد يكون هناك ساعة لتذكير الأولاد بفضل الصيام أو السماع للقرآن أو الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى أعز وجل الله ولابد من أن يستحب أولاده وعائلته كلها إلى صلاة التراوح لتحصل تلك العلاقة والانسجام بين أفراد الأسرة ومما ينبغي الحرص عليه والموظفة عليه هو زيارة الأقارب زيارة الأقارب من الأخوال والأعمام والأصهر للحفاظ أو لإحياء الأسرة الممتدة أسرنا مهددة بالانقراض فكانت أسرنا أسر ممتدة الآن أصبحت أسرنا أسر فيها الأب والأم وولدون والأولاد الولدين يسكنون وحدهم والحفاد فهذا لا ينبغي الأسرة الممتدة يعني تجد هناك الأجداد والجداد يتشرب منهم الأولاد يعني كثير من المعاني وكثير من الأحلاق وكثير من الأدم فالأسرة النووية بغي أن ترجع إلى أصلها الأسرة الممتدة والغرب الآن يعاني معاناة كبيرة جدا يعني تشتط الأسرة ليس يعني الأولاد عندما يصلون سن البلوغ أباؤهم يتبرعوا منهم فليبحث عن سكان وعن مكان يأوه هي أن الدولة لا تحملهم مسؤولية الإنفاق عليه لأنه وصل الصن القانوني في حين أننا نحن معشر المسلمين لابد من أن يكون هناك تكافل بين أفراد الأسرة ويستحبوا كذلك في رمضان كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم تشجيع الأطفال الصغار على الصيام وإلهاؤهم بما ينسيهم الجوع هذا ما كان يفعله نقرأ في سيارهم أنه كانوا إذا جعوا وبكوا يعني يصنعون لهم ما يلتهون به حتى ينسوا ألم الجوع تدريب على الصلاة تدريب على الصيام منذ نعومة أذفارهم وإما ينبغي الحرص عليه بالنسبة لرب الأسرة هو إكثار من الدعاء الأولاد لأنه هو الذي يربهم وهو الذي يعطيهم هذه القوة الإيمانية وهذا نأخذه من قوله تعالى من الآية التي تقدمت معنا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمنتقين إماما النقطة الأخيرة التي أدرأ الشراء إليها وهو لا بد للوالدين أن يعملوا على إصلاح أنفسهم وعلى تزكيتها لأن التربية التي يتلقاها الأولاد هي استقونها من أحوال الوالدين فالوالدان إذا كانوا صالحين من طبيعة الحال سيكونوا أولادهم صالحين وإذا كانوا طالحين فالشجرة الخبيثة لا تعطي إلا ثماراً خبيثة فالاجتهاد الذي يقوم به الوالدين لإصلاح الذات يجنون ثمراته في أولادهم صلى الله سبحانه وتعالى عز وجل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة